اذا تريد بترجيك مدلان 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 تفىنا نحن ويا المشوار بقى وصلنا على اخر الحديقة لقلنا كمان شخص اخر اعدم قبيل هداك هداك بيعمل مدلان بيعملوا هداك مدلان بيجاوبوا بعضهم قالت له دخلك طب امر الله هداك حب وحدة وتركته خويت هداك لاش عبيعية مدلان قال لي اكيد هدا اللي تجوز مدلان يعني لا مع سيدي ولا مع سيدي ايوة وهلأ طبعا نرجع للحديث مع المزيعة المثقفين والخطيطة شكرا من بين المزيعات اللي رفقنا فترة صيبانة ولسه بعدنا بالصيبة نحن يعني ما كبرنا اكيد مش معقول يعني يعني انا مشوف شويت كم شعره بيضة لا هو دي الشعر الابيض يا نوها انا عاملهم صبغة علموضة 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 يعني كانت نوها رفيقة الضرب المثقفي جدا نوها تكتب الشعر انتي ولا لا اهوى الشعر وقراءة الشعر وحفظ الشعر بس ما في عندي اي مقدرة اني اكتب يعني عال شو رأيك لو بتروين لها شويت شعر من الابيض الحلو اللي اللي بتحبيها انتي مثلا الحقيقة هلأ بيحضر لزهني بس بقلك انه بتفضل الشعر القديم عافيكي لانه لهذا بأحلى ايه في موسيقى حلوة في بيت لعنطرة بطير بحبه ووددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق صغرك المتبسمين حلو هادي كانت بموقع كبير وعم بتذكر عبلك انا بتذكر كمان بيتان حلوين جدا لعنطرة مش معروفين انه عنه ألا يا عبل قد زادت تصابي ولجل يوم قومك في عذابي وظل هواك ينمو كل يوم كما ينمو مشيبي في شبابي عم بتلمح حلوة كتير عكل حال طيب نوها باستثناء ذلك انتي باعتقد مرستي التدريس فترة زمنية معينة ايه مرست سنتين يعني سنة وتاني سينة دخلت تليفزيون وكنت بعدني ما زلت مدر بالسي كنت بدرسي اللغة الفرنسية؟ لا العربية اللغة العربية عظيم طيب لانه انا سوري درست بالليسيو كل استاذ يعني متخصص باللغة الفرنسية بيعطوا الفرنسيو والانجليز الانجليزي درست اللغة العربية طيب هلأ كم مسلسل صار عندك باللغة الفصحة؟ اجمالا كلهم عملتوا بالفصحة كلهم معملتي بالوضع ستة كاملين وكم حلقات هيك متفاوتين مستقلين بتذكر اذا مش غلطان انا عاملي ست سبع حلقات جديدة كلها تدور حول كوميك ايه البخلاء الجاحز كتابة استاذ مروان العباد وفعلا لما عرضوا علي هالفكرة يعني رحبت فيها انا كتير به هو التمثيل من الساعة كوميك وكيف انا تشوف حالي نهر خطيب بالكوميك يعني كانت جرأة مني فعلا اني يقول ايه؟ لا لانو بيعرفوا نهر الخطيب بحياتها العادية يعني كانساني كتير كو انت مريحة وظريفي وكوميك وكوميك اولا ايه مظبوط بس على الشاشة طبعا الناس كانت شوفوكي شكل تاني على طول كأني رسمي كتير رسمي جدا يعني فكانت تجربة بالنسبة لك هلأ الكوميك افضل؟ حبزت فيها حبزتها كتير الفكرة ودخلت عاملك كنت جرأة مني اول حلقة عملتها بصراحة كنت كتير برات الكادر يعني يعني ما كنت داخلي بجو الكوميك كان كوميك تقيل بالفصحة وعلى ايام زمان جاحز وبخلاء وأجواء تقيلة بالنسبة للكوميك انا كنت برات الكادر برات الدور عملت اربع حلقات تنين كتير مبسط فيهم انا شخصيا غير انه كلهم يعني مبسطوا بس كتير كانوا هيدا اخر انتاجك كيف عنديك شي انتاج جديد هلأ؟ انتاجي نتاجي يعني اه طبعا عندي ست حلقات كمان مستقلات بشهيرات في الحب نعم نعم شهيرات في الحب مرسي الله احفظك قصص واقعية تاريخية حصلت والسيدات او يعني البنات اللي كان الادوار عم نمثلها عن حياتهم مش معروفين البنات مش معروفين انما قصص حبن هي اللي مشهورة ما تناول هالمسلسل قيسو ليلى او جميل مساينة اه الاسماء المعروفين ايه مش الكلاسيكية المعروفة لا وكتير حيبين كانوا طيب يا ست مهلا نتمنى لك ان تكوني كشهيرات في الحب شهيرة في التليفيزيون بسلمراره شكرا 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 حواصل شكرا 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 شود حواصل اشتركوا في القناة